هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج يأتيكم برعاية مجمع الوحدة الطبية لأننا نهتم تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفريج كربة وكسب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجدي وتقول العرب السفر يكشف عن معادن الرجال أما اليابانيين فيقولون إذا كنت تحب ابنك فدعه يسافر وقيل الحياة قصيرة والعالم كبير فكلما بدأت مبكرا كلما كان ذلك أفضل وأخيرا إننا لا نسافر لنهرب من الحياة وإنما كي لا تهرب الحياة منا السادة المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في رحلة جديدة مع أنت ومالك واليوم نطرح معكم أحد العنوين التي تشغال الكثير من الأسر خاصة هذه الأيام مع اقتراب العطلة الشتوية وكيف نقضي إجازة مميزة بأقل تكاليف ويسعدنا للحديث عن ذلك أن يكون ضيفنا في حلقة اليوم السيد سامر الجرجاوي مدير مكتب سياحة وسفريات في الدوحة سيد سامر كيف أنت؟ أحضرت معي الحقيبة ومستعد للسفر بعد الحلقة فعليك أن تقنعنا وإلى أين سنسافر إن شاء الله لدينا حقيقة عدد من أسئلة الجمهور التي وردتنا عبر كاميرا الجزيرة مباشر نشاهدها سويا ثم نعود للتعليق عليها مع ضيفنا الكريم طبعا أقل أعلى حاجة في التكلفة طبعا هي تسجر الطيران لأنها بقت مخيفة وما بقاش فيه كنترول عليها من شركات دولية تلاقي تسجرة الطيران النهاردة لو طالع تركيا مثلا تلاقيها مثلا سيء مثلا ألف دولار تلاقيها في نفس تاني يوم تلاقيها بتلات تلف دولار وألفين دولار فطبعا أسعار الطيران كل ما تقل كل ما شخصي يكون تكلفته تكلفة الفنادي أنت تقدر تختار كتير فنادي أقل ممكن خمس نجوم بس أقل تمام أربع نجوم تلاقيها أقل بس التكلفة الكبيرة ومهلكة اللي هي الطيران أنا كنت أود أن أسألك بداية طبعا بعد الإجابة على سؤال سألنا الكريم الذي يسأل عن تكلفة تذاكر السفر كنت أود أن أسأل مع هذا السؤال عن أننا الآن في الشتاء والسفر بالشتاء غير السفر بالصيف ونحن مقبلين على الإجازات الشتوية فهل هناك ميزات للإجازات الشتوية وهل تترابط هذه الإجازات الشتوية مع انخفاض في تكاليف تذاكر السفر عادة بالنسبة لفصل الشتاء شهر 12 أو شهر 1 دائما تكون أسعار مرتفعة لسبب أنه هناك مناسبات وفي أعياد وفي ليلة ترس سنة وفي الكريمس وفي إجازات الطلاب والمدارس فدائما نحن نفضل أنه يحجز قبلها بشهرين أو ثلاثة عشان يختار الموعيد الذي طلبها يختار الفندق الذي طلبه يختار يعمل له باكيش كامل في فترة معينة قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة بحيث يأخذ أفضل الأسعار في نفس الموسم يأخذ أفضل أسعار ولكن إذا إجا حجز في آخر الوقت قرر السفر بعد يومين أو ثلاثة فالشيء طبعا ستكون أسعار عالية فلما تكون أسعار عالية فبدو يضطر أنه عشان يوفر في آخر اللحظة فبدو يضطر يحجز على الشركات اللي هي اللوكوست أيرلاينز أو الباجت أيرلاينز حيث أنه تكون نوعا ما متقاربة مع السعر الكوميرشيل أيرلاينز أو رحلات التجارية مثل الشركات الطيران الكبيرة تكون مثلا قبل شهرين أو ثلاثة يعني فيما يتعلق في تذاكر السفر حتى نجيب على أخونا السائل عليك بشرطين أو بنصيحتين الأول هو الحجز قبل فترات طويلة وبالتالي ستحصل على أسعار مخفضة الثاني أن تتوجه إلى الشركات ذات الأسعار الأقل لأنه هناك تباين في الخدمات وتباين يتبعه بالأسعار لكن السؤال المحوري أنه فترة الشتاء تعتبر موسم أيضا كفترة الصيف طبعا هل يوجد حقبة زمنية داخل فترة الشتاء تعتبر يمكن السفر فيها ولكن بأسعار أقل يعني أنت ذكرت من 25.12 إلى 10.1 طبعا ما بعد ذلك ما قبل ذلك في مثلا في نص واحد في نص يناير مثلا الأسعار نوعا ما تكون منخفضة تقدر تسافر وتستغل ما بعد 15 يناير الأسعار بتكون منخفضة بتقدر تنبسط تسافر تستغل الطبيعة مثلا في بعض الدول العربية أو تكون فيها ثلوج تستغل فترة الثلوج ثلوج وعمطار وفيضانات طبعا بس لا بالنسبة للثلوج يعني مثلا مثلا بيروت محصورة مثلا في الثلوج فأنت سافر تنبسط مثلا بتغير جو أسعار أقل نوعا ما بتكون يعني تقصد أنه لكل موسم معطياته ولكل بلد خصوصي صحيح طيب سؤال آخر من الجمهور دعنا نتفاعل مع أسئلة الجمهور دعونا نشاهد السؤال من الجمهور ثم نعود التعليق عليه كذلك أوكي ممكن يعطينا أحسن أحسن مكان للسفر في العالم بس تكون ميزانية تاعه معقولة يعني يكون مكان جميل وميزانية معقولة جميل وميزانية معقولة في عندك جورجيا تركيا جورجيا أذربي جمال يعني نتكلم عن مكان في مواصفات الجمال في مواصفات وفي الميزانية المقبولة صحيح بالنسبة للدول هذه جورجيا وأذربيجان البوسطة والهرسك اليونان تركيا الدول هذه في الشتاء جدا رائعة أسعارها مقبولة ما هي مميزات هذه الدول يعني يقال قديما أن الإنسان يسافر للماء والخضرة والوجه الحسن ما مميزات هذه الدول يعني خلينا نأخذهم دولة دولة ونفصل فيهم قليلا بالنسبة لتركيا طبعا تركيا تعتبر مثل قارة فتركيا يعني مثلا أنت عندك الطبيعة في أزمير في أنطاليا الثلوج في بورصة تليفريك في بورصة في إسطنبول جوها شتاء رائع جدا أنت الطبيعة أصلا في الشتاء يكفي أن أنت على البحر أو قاعد على منظر طبيعي مثلا والشتاء والثلوج والجبال إذن أول شيء أنت تكلم عنه الطبيعة طبعا طيب فيما يتعلق في توفر الخدمات السياحية وأنما البنية التحتية وصائط النقل الخدمات المرافقة فيما يتعلق في قطاع المشتريات والتسوق السياحي هناك مرفقات في العملية السياحية هل تتوفر في هذه المناطق بالنسبة لتركيا نعم تتوفر فيها جميع المناطق وأماكن سياحية كشوپنج كتسوق وصائط النقل متوفرة للجميع جدا البلد آمن إلى حد كبير الفنادق معايير طبعا هناك عندما نتكلم عن القطاع الفندقي نحن نعين هناك معايير دولية صحيح هناك شركات دولية تقوم وضع معايير للفنادق حقيقة يعني قد دعنا نقول أنه يعني هناك اقتراب كبير من المعايير الدولية في تركيا ذلك عندما نتكلم عن تركيا هل هناك مميزات أخرى في تركيا تحديدا شوف تركيا قار طالعام تركيا كل ما تتخيل كل ما يتخيله السائح اللي موجود في الدول الأوروبية موجود في تركيا طيب التكاليفة يعني هذا هو النقطة اللي أنا دوصلها أنه كل ما هو موجود في أوروبا موجود في تركيا يعني أنا رحت تركيا ورحت أوروبا متواجد ولكن النقطة أنه التكلفة في أوروبا وخصوصا عندنا نقول في بريطانيا أعلى من التكلفة في تركيا كوننا نحن الآن نناقش السياحة في تركيا طبعا خليني أخذ بعين الاعتبار أن السياحة قد تكون علاجية وقد تكون ترفيهية وقد تكون تعليمية وقد تكون يعني متعددة الأغراب فهل التكلفة كونك أنت يعني غير أنا لما بروح زائر ولكن أنت مختص صاحب شركة سياحة وصفر فما هو حجم بالنسبة المئوية الفروقات ما بين التكلفة في أوروبا والتكلفة في تركيا مع تقارب الخدمات المتقدمة أنا رحض لك مثال بسيط في تركيا في منطقة اسمها أنطاليا هذه أنطاليا فيها يوجد فيها مثل ديزني لاند نعم الفندق هذا صار له سنتين فاتح وينافس ينافس الديزني لاند أو الفندق الموجود داخل ديزني لاند الموجود داخل الفندق ينافس مجموعة شركات الديزني لاند العالمية كاملة موجودة في أمريك موجودة في أي مكان كان في أوروبا أو في أمريكا وكذا ينافس بالجمال بالطبيعة بالألعاب الموجودة فيه وبالسعر والتكلفة والتكلفة تعتبر ربع تكلفة الديزني لاند الموجودة يعني أقل بـ 75% من إجمال صحيح هذا بشهادة كل الناس اللي سافروا وبشهادة الأسعار الموجودة اللي نحن ندولها ننقرن الأسعار بين الدول الأوروبية وبين أمريكا وبين تركيا فنلاحظ أن الأسعار اللي موجودة في تركيا أقل بنسبة 60% لـ 70% إذن أقل من 60% لـ 70% مع توفر نفس الخدمات كونه هناك مواصفات عالمية الفنادق وتصنيف الفنادق أربع نجوم أو خمس نجوم ننتقل إلى الدولة التي تليها قلت لجورجيا بالنسبة لجورجيا وأذربيجان جورجيا وأذربيجان صاروا يهتموا في السياحة ما يقارب من أربع سنوات فدول ناشئة صارت تهتم بالسياحة فطلع في عندها كم منتجات سياحية جميلة عندها استغلوا الأشياء الطبيعية الموجودة عندهم كمرافق سياحية كجبال كبحار كفنادق زادت عدد الفنادق السياحية الخمس نجوم والأربع نجوم زادت الأماكن طيب سيد سيمير اسمح لي عندما نتكلم عن جورجيا أو عن أي بلد سياحي ما هي المتطلبات أنا إذا أردت أو أدت أن أذهب إلى بلد ما ما هي المتطلبات السياحية التي أنا أنظر إليها أنا من وجهة نظري كساح إذا أنا تكلمت أولا سهولة الوصول إلى المطار من المطار إلى الفندق سهولة التنقل الأمان في المنطقة الفندق درجة الرفاهية الموجودة في فندق قدرة على التنقل من فندق للمناطق المحيطة وجود دعنا نقول داعم أو مميزات تتسمح للشخص هذه من وجهة نظر السائح من وجهة نظر الشركة المشغلة ما هي عندما عندما تيجي تعمل أنت بكج أو حزم سياحية لشخص يريد أن يذهب إلى جورجي على سبيل المثال ماذا تتضمن؟ أول حاجة نسأله البلد الذي رايح لازم يكون فيها أمان هذه بالدرجة الأولى لازم البلد يكون فيها أمان تفرق إذا كان الشخص هل هو إذا رايح مثلا بنفسه أو إذا رايح مع عائلة إذا رايح مع عائلة ممكن يكون رايح بنفسه وحابب يطلع كامبينغ مثلا أو يطلع يتسلق الجبال أو في ناس عنده هواية في الشتاء أن تتسلق الجبال سلق الجبال ما رايح يخذ الولاد ما يطلعهم عن جبل في ناس معينة بتروح لهدف معين بتروح لهدف معين كتسلق الجبل مثلا في ناس مثلا بتحب تروح كعائلة أول شيء بتدور على الأماكن اللي كبلد فيها أمان بتدور على الأماكن اللي مثلا الفندق يكون في نصف العاصمة ويكون حولها مراكز التسوق الألعاب الخدمات السيحية الخدمات المطاعم هذه توفر من خلال الحزمة سياحية طبعا فإحنا بنبعدين ثاني يوم بنفس الوقت بيصير نعمل مثلا باكيج أنه اليوم أنت حتكون في المكان الفلاني ثاني يوم حتكون في المكان الفلاني بيصير نبعدهم شوي شوي يكتشفوا البلد كاملة فأنا يعني كباكيج أنا ما بحطه في عاصمة فأنا بحاول أخليه يكتشف البلد كامل في مثلا كيف يعني بيأخذ فترة تعرف سيد الكريم يعني كما هو ظاهر على الشاشة تعتبر فرنسا وبريطانيا من أكثر الدول بين يعني 98 مليون أو 100 مليون تقريبا ساح يدخل إلى فرنسا ومن ثم أعتقد 95-94 مليون يدخل إلى بريطانيا أرقام كبيرة جدا في الوقت الذي نحن نتحدث فيه الآن نحن نقول أنه ما يتوفر في هذه البلدان من طبيعة من خدمات من تصنيف عالمي للفنادق من خدمات لوجستية مساعدة ومساندة يتوفر بنفس المقدار بنسبة كبيرة جدا في دول أخرى منافسة مثل تركيا وأذربيجان وكذا ما الذي يدفع الناس إلى الذهاب إلى فرنسا وبريطانيا ولا يدفعهم إلى الذهاب إلى تركيا مثلا وأذربيجان لأن فرنسا والمملكة المتحدة في أوريدي كان في ناس مستثمرين فيها وعندهم بيوت من قبل فيها وتعتبر بالنسبة بالنسبة للسائح الخليجي تعتبر الدول هذه الوجهة رقم واحد اللي هي بريطانيا أو فرنسا خلينا نذكر بريطانيا فرنسا بريطانيا أسبانيا أمريكا إيطاليا هذه الدول الأساسية التي تعتبر إحصائيا أكثر الدول وجهة للسياح في العالم حقيقة أنا أعي أن هذه الدول في معظمها عندها البنية السياحية والعمل على السياحة على مستوى الاقتصادي الكل للدولة شيء يعني شيء متميز جدا ولكن كما ذكرت في دول ناشئة في القطاع السياحي يجب أن يعاد الفكر ليتوجه إلى تلك الدول صحيح بالنسبة لبريطانيا وفرنسا إذا أنت كنت مقتدر ماليا فلا مانع أنك تروحهم نعم الناس كثير ليس مقتدر ماليا فالجهة الأفضل لك تركيا وليس لأنه فقط ليس الإنسان مقتدر ماليا لأنه هي حقيقة منافسة أعتقد جدا طيب ما هي الوجهات الأخرى نحن ذكرنا تركيا وجورجيا ماذا أيضا هناك وجهات حقيقية في عندك اليونان مثلا عندك في سونتارينو في ميكانوس جزر في اليونان رائعة جدا وأسعارها مقبولة جدا هذه في اليونان في عندك البوسنة والهرسك دولة ناشئة صالها سنتين قائمة بدت تقوم على السياحة طبيعتها طبيعة جدا رائعة عائلية البلد في أمان البلد مرحابة ترحب بالضيف وبالذات هذه البوسنة والهرسك بالضبط البوسنة والهرسك أنا أعتقد من أهم مقومات السياحة لأي دولة أن يكون شعب هذه الدولة صحيح مضياف ويرحب بالبلزائر صحيح والاستثمار فيها البوسنة بدت باستثمار الاستثمار فيها جدا رخيص جدا يعني رخيص إذن المزايا التي تكلم عنها في هذه الدول التي هي أولا التي هي إسبانيا يعني إذا تكلمنا عن إسبانيا حتى يكون أكثر تحديدا عفوا اليونان اليونان تكلفة أسبوع للإقامة في اليونان بالدولار كم تقريبا يعني تقريبا بالأسبوع بعيدا عن تذكرت الطائرة لأنه تختلف من وجهة إلى وجهة حسب أنا ممكن أعطيك أعمل لك باكيج بألف دولار وممكن أعمل لك باكيج بثلاث تلاف دولار المتوسط ألفين دولار المتوسط ألفين دولار في دولة أوروبية في جزيرة ميكانوس أو مثل سانتوريني ألفين دولار تشمل ماذا تشمل طبعا تشمل السكن والفطور وغذاء وعشاء وتشمل مثلا المواصلات من وإلى المطار وتشمل رحلات يومية مثلا رحلات يومية على حولين الجزيرة كامل رحلات إن كان مائية إن كان رحلات غوص إن كان مثلا مطاعم هذه رحلات من ضمن البكت صحيح خلاص عرفنا من الروح معناها طيب دعنا يا صديقي بعد أن حددنا وجهتنا مبدئيا الآن نذهب إلى سؤال جديد من أحد الجمهور ولا هناك وجهة أخرى قبل أن نذهب إلى أذربيجان على سبيل المثال ما مميزات أذربيجان أذربيجان دولة ناشئة دولة حديثة اهتمت في السياحة خلال سنتين أو ثلاثة اهتمت أكثر شيء بالسياحة العربية هي تستقطب السائح العربي لأن البلد في متناول السائح العربي بصفة عامة بمعنى سهولة الوصول إليها فيما يتعلق باستصدار أو دون الدخول وباستصدار الفياز صحيح نعم بلد رخيصة تعتبر فوق تركيا بشوي بس تعتبر رخيصة وجهة كأنها مثل أوروبية بس تعتبر دولة ناشئة ولكن طبيعتها حلوة الأماكن اللي فيها رائعة وجميلة الفنادق اللي عملوها جميلة الأماكن السياحية اللي عملوها خلال سنتين ثلاثة جدا رائعة صار في عندهم اكتيفيتز في عندهم برامج يومية هذا كلام قبل ثلاث أربع سنين ما كان موجود هلأ صار ينتظروا يعني فيه تحفيز داخل الحكومة أو السياحة عندهم أنه يعملوا برامج عن أذربيجان أو جورجيا أنه صار أنه يستقطبوا السائح العربي أنه بدل سكن في متناول الرحلات السياحية متوفرة بأسعار زهيدة جدا بس تعال نوع من أنواع التسويق السياحي طيب أنا بسمع في أرمينيا وخصوصا نحن في المنطقة العربية جزء من الأرمن سكنوا المنطقة العربية صحيح فنحن نعرف الأرمن إلى حد ما ولكن لا نعرف أرمينيا هل عندك أي خلفية عن أرمينيا عن السياحة في أرمينيا أرمينيا هي سيد الفاضل هي دولة هي قريبة للبنان هي أكثر شيء لبنان كانوا أرمين ولكن دخلت بالنسبة للدولة العربية حديثة يعني من سنة نعم كوجهة سياحية كوجهة سياحية نعم هي دولة جميلة طبيعتها حلوة فيها عندهم عندهم الأكلات أرمينية معروفة جدا فهاي تجذب وشغلات أرمينية مثل الخياطة الأرمينية مثل التطريز الأرمني مثل يعني فيه شغلات تجذب السائح العربي أنه يجعل أرمينية أرمينية بالعلم دولة نفس الشي يعني دولة تقريبا نوعا ما رخيصة نعم وبرضه في متنونها للسائح العربي ودولة يعني بس هي يعني يعني اللي سمعنا أنه خلال أربع خمس شهور إن شاء الله أنه ستحاول تعمل بالنسبة للسائح العربي تحاول تعمل أكثر عدد ممكن من الدول العربي أنه تصير تفوت على التأشير من غير تأشيرة يعني تدخل على أرمينيا من غير تأشيرة هي كان عندهم مشكلة في موضوع التأشيرات السياحية أنه لازم عن طريق السفارة فالحكومة أو وزارة السياحة الأرمينية عم بتحاول مع الحكومة بحيث أنه تخلي السائح العربي أنه يقدر يفوت أرمينيا من غير تأشيرة إذا فاتت من غير تأشيرة يعني يعني نروح سياحة أرمينيا بدون منا تأشيرة طيب البوسنة كنا تكلمنا عن البوسنة ولم نشرح عن مكوناتها السياحية البوسنة جميلة جدا طبيعة رائعة جدا البوسنة عائمة على أنهار البوسنة عائمة على أنهار يعني وبعدين أسعار المنازل فيها جدا رخيصة جدا رخيصة وكل ما بتبعد من العاصمة كل ما بتاخذ بسعر زهيد جدا وطبيعة رائعة جدا فيها البوسنة الأسعار جدا رخيصة جدا رخيصة البلد آمنة البلد آمنة عندهم ترحيب بالسائح صفحة عما المعايير السياحية الدولية والتصنيف الدولي المؤسسات الدولية مثل تصنيف النجوم للفنادق موجود الأربع نجوم والخمس نجوم عليها تصنيف دولي الخدماء البنى التحتية من طرق وشبكة مواصلات والتصالات هي البنى التحتية أو الديزاين تبعها مثل لندمارك بنا قديم حديث وقديم بنفس الوقت تراثي عاملينه جميل جدا طبيعة رائعة الأماكن حتى البوسن وينما تروح المناظر الطبيعة التي فيها رائعة جدا لأنك أساسا وينما تروح فيه خضار وينما تروح فيه أزهار وورود لأنك عائم على بحر ماء وخضر ووجهن حسن صحيح طيب بعدما مررنا على يعني يبدو لي أنه كما قلنا في المقدمة العمر قصير والعالم كبير فعلينا أن نبدأ مبكرا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا على كل إن دعونا نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود في جولتنا السياحية حول العالم فابقوا معنا من جديد أهلا بكم في أنت ومالك وموضوع اليوم عن السياحة بأقل التكاليف ونجدد الترحيب بضيفنا السيد سامر الجرجاوي مدير مكتب سياحة وسفريات بالدوحة أهلا بك من جديد وننتقل الآن إلى سؤال جديد ورادنا عبر كاميرا الجزيرة مباشر دعونا نأخذ هذا السؤال ونعود للتعليق عليه كيف تستفيد من أوقاتك في الصفر وتستفيد أنك تستمتع إذا كان صفر سياحي تستمتع بالصفر بكامل الوجهة التي تريحها إذا كان أي بلد أو الوجهة التي تريحها للبيزنس بتاعتك في غاية الأهمية السؤال في غاية الأهمية أن القضية ليس بس أنك تسافر على المكان كيف تستمتع في وقتك يعني إذا روحت على مكان وما تعرف في حدا وما عندك شركة سياحية تلففك وكذا فأنت حدك الشارع اللي أمام الفندق صحيح شوف إذا أنت سفرت كبزنس تريب أو إذا أنت مسافر شخص وما بتعرف البلد وما بتعرف شو فيها أنت بتروح للأوتيل في غير كل أوتيل في فندق فيه كونسرج بتروح للكونسرج بتسألهم شو المناطق الموجودة عندكم الأماكن السياحية بحيث شو القريب وشو اللي بعيد طب صديقي ألست معي أن التخطيط المسبق أفضل طبعا يعني بمعنى أنه أنت قبل ما تسافر بسبوع عشرة أيام جلست وضعت خطة ده أروح المكان الفلاني أصل الساعة الفلانية عندي أروح المكان يعني أصبحت المعلومات متوفرة على شبكة الإنترنت جدا بشكل كبير جدا أنا أعتقد أن التخطيط المسبق قد يساعد عشان تستمتع في الوقت اللي أنت موجود فيه صحيح لأنه إذا لم تخطط ستقضي معظم الوقت جالس في الفندق أو في أقرب مقهى جنب الفندق نحن نحكي عن مستوى إذا الشخص راح وصار أريد موجود هناك إن صحنا أول شيء كيف نخطط لما أنت بدأك تجي تسافر مثلا إذا فيه أنت بلد معينة حططها في مخططاتك أنه أنا مثلا حابب أسافر مثلا ألمانيا نقول له أين حابب أسافر والله حابب أسافر في منطقة معينة أو أنا عند اجتماع في منطقة معينة الاجتماع يكون مثلا لمدة ثلاثة أيام من الصبح إلى الظهر فنحن نحاول نعمله مثلا من بعد العصر نحاول نعمله مثلا أماكن سياحية بحيث نروح حوالي المنطقة اللي هو فيها إن كان مثلا فيها سكيتينج فيها سكي تليج جلدي فيها شغلات بحرية أماكن تراثية متاحف مسارح نحاول على المنطقة اللي هو فيها إذا رايح بيزنستريب نحاول نرتب له شو الأماكن اللي بيقدر نروحها في خلال مثلا سفرة البيزنستريب إذا كان مسافر هو وعائلته كسياح نحاول مثلا نتوسع شوي نقول له مثلا اليوم في عنا في المكان الفلاني في عنا مثلا مسارح حولك المنطقة اللي بعدها بنودي على مثلا نحاول يكتشف البلد كامل أنا حقيقة عندي نصيحة يعني قد تقسم القضية أنه الشخص يخطط بنفسه ولكن كلما استعنت بالخبير استعنت في مكتب السفريات أو مكتب السياحة هذا المكتب هو شغلته أنه يضع الخطط لأنه لديه المعلومات لديه الاتصالات لديه الأشخاص اللي بتعامل معهم هناك وبالتالي ستكون أفضل بكثير التكلفة اللي بتندفع هي نفس التكلفة أو أقل اللي راح توفرها في المستقبل عندما تسافر صحيح ذاك البلد وبعد ذلك نأتي للمرحلة التي تليها اللي هي الاستعانة بالموجودين داخل الفندق طبعا صحيح إحنا مثلا شخص إذا مسافر على بلد معينة بنحاول نعمله مثلا باكيج أو بنعمله لأربع خمس بنقسم له كذا باكيج بنعمله على كذا يوم نعم فهو باختار شو الباكيج اللي بناسبه بالسعر اللي هو بناسبه اللي بيقدر يعني ينبسط فيه ويكيف فيه بحالة أنه يكون هو أهل مبسطين بأقل التكاليف نعم فهم تلكيج إذن لابد من التخطيط المسبق شو رايح نرجع نعود إلى أسئلة الجمهور لدينا سؤال آخر من الجمهور تعونا نأخذ السؤال ونعود للتعليق عليه من تفضل يسافر معك بس من تفضل يسافر معك هذا السؤال الله أنا أعطيك رأيي وأنت تعطيني رأيك شو رايك والجمهور أنت مين بتفضل يسافر معك أنا بفضل زوجتي بفضل يسافر معي عشانك على الهواء أو لا حقيقة أنا بفضل زوجتي تسافر معي طبعا في دول أنا مثلا صعب أني أقدر أخذها معي نعم ولكن أنا بفضل أنه أدمى فيه أنا أستمتع لأنه أنا حياتي كلها شغل فأنا بتمنى أنه اليوم اللي أخذ فيه إجازة وأخذ زوجتي وأستمتع بالعكس أنا لأنه أنا طبعا أنت هاي بتكون رفيق الدرب رفيق السفا أكيد طبعا بس أكيد الواحد لا يخلق أنه يكون معا فيه طبعا على كل أنا أعتقد أنه لكل طبيعة رحلة لها طبيعة رفقة إذا كانت هي رحلة عمل إذا كانت رحلة سياحة إذا كانت رحلة علاجية إذا كانت رحلة استكشافية إذا كانت رحلة بحث علمي إذا كانت رحلة استكشاف إذا كانت رحلة بناء شركات استراتيجية إذا كانت رحلة يعني على حسب الأهداف للرحلة يتم تحديد الرفيق السفر طيب نعود أيضا إلى سؤال أخير من الجمهور دعونا نأخذ السؤال والله لو يقدر يوفروننا زي دليل بسيط عن الصعوبات اللي ممكن تواجهنا في كل دولة بمعنى أنا مثلا لو سفرت على نفترض تركيا أنا لو سفرت في تركيا الصعوبات اللي ممكن تواجهني والنصايح اللي ينسحوني بيها يعني مثلا فيه صيص معينة بدون ذكر أسماءها بيقول لك لما تسافر على الدولة الفلانية مثلا برشلونة مثلا خلي بالك فيه ناك النشرين كتير ما تركبش المترو بالليل ما تعملش كذا فمجموعة النصايح دي بتفيد كتير وخاصة مع الأسرة إذن المحاذير التي يجب أن يأخذها الإنسان بعين الاعتبار عندما يسافر أعتقد المحاذير قد تختلف من دولة إلى أخرى صحيح ولكن أتفق أنه فيه قواسم مشتركة لكل الدول أول شيء أنت قبل ما تسافر لازم تكون مخطط أنه تذكرتك جاهزة تروح المطار قبلها بثلاث ساعات عارف أنت مثلا توصل للفندق في وقت معين أنه فيه ناس بتفضل توصل بالنهار ما بتحب توصل بالليل فيه ناس بتحب توعد مثلا في الستي سنتر في نص البلد بحيث أنه كل شيء حواليها أنه يكون آمن بيكون دامن الحركة السكانية بتكون مليان ودائما بفضلكم مع تأمين سياحي التأمين السياحي جدا مهم جدا مهم تأمين السياحي تأمين السياحي لا سمح الله شنا ضاعت لا سمح الله أنه مرض المسافر تأخرت رحلته تكنسلت الفندق مثلا وراح ملقا حجز فندق التأمين بيغطي كل شيء بيغطي التأمين السياحي موضوع مهم جدا إن كانت شغلة قانونية صارت شيء سمح الله صار أي شيء معه قانونيا فيها محامي غطي في سرقات صارت معه كل شيء التأمين السياحي جدا مهم بيخدم كل مسافر لازم تقدم نظر إن كان مسافر لحاله أو مسافر مع عائلته تأمين السياحي جدا المشاكل البسيطة يعني خلينا نذكرها لاختلاف الثقافة برافقة اختلاف الأكل أهم شيء مثلا أن الجواز يكون صالح مثلا أقل شيء ستة شهور ينتبه على التأشيرة السياحية لأنه في تأشيرات يقول لك مثلا أنت صالح من طريق كذا إلى طريق كذا في ناس تسافر آخر يوم من التأشيرة فهي لازم ينتبه عليها جدا بالنسبة للتأشيرات السياحية ولجواز السفر هذا قبل ما يسافر هذا جدا ضروري لأنه في ناس كتير تروح المطار ترجع من المطار كتير يعني حديث جميل عن السفر سيد سيدي الكريم سيد سامر يعني استمتعنا في الحديث عن السفر نتمنى أنه يعني نستطيع أن نسافر في القريب العاجل بدي أشكر ضيفنا العزيز سيد سامر الجزاوي مدير أحد المكاتب السياحية في الدوحة وأشكر الجمهور على حسن المتابعة دائما على أمل أن نلتقيكم مجددا هذه تحية كبيرة مني ومن ضيفي الكريم إلى أن نلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج يأتيكم برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر